في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين حضر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له جانبا من الجلسة العامة للمجلس وقد ألقت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل كلمة خلال الجلسة العامة رحبت فيها بالوفد البرلماني المصري معربة عن بالغ اعتزازها وتقديرها لتلك الزيارة التي تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيضة وتفعيل لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة ولتبادل الخبرات بين الجانبين كما أشادت بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية والذي تعكسه زيارات البرلمانية المتبادلة